الواحد عندنا ما يظنش انه لما ما بيسفرش للحج يبقى ايه انقطع عليه الثوب العظيم والعطايا الجسام في هذه الايام وعشان كده بالنسبة للمسجد الحرام ودخوله وفضله فربنا سبحانه وتعالى برضو ما حرمناش من الاجر وجعل لنا باب من ابواب فضله فبيقول حضرة النبي صلى الله عليه وسلم من غدا الى المسجد لا يريده الا ان يتعلم الا ان يتعلم الخير او يعلمه كان كاجر حاج تاما حجته ايه ده يعني ايه يعني احنا ممكن نصل الى ان نكون عندنا التماس للنفحة زي الحجيك قال له اه فاجراءات حق القلب سواء للحاج او غيره خمس حاجات ممكن بيها قلبك يا حج قلبك ايه يا حج اول حق اول شيء لا يحق القلب الا اذا احرم عايز قلبك يحج لابد ان انت تحرم وتستمع الى نداء الله فالله ينادي عليك في كل نفس من انفاسك كل نفس مكتوب عليه وانفخته فيه من روحي و لذلك من احب لقاء الله احب الله و لقاء مين قال ان الحديث ده بيكون في الموت بس لكن انت عليك ان انت تحرم انت في ازاي قلب يحرم اللي احرم ان انت تتجرد من المخيط المحيط والمخيط المحيط هنا يبقى رمز ايه اللي حاصل بتخلع انت ايه اللي حاصل تشوقك الى الله واخلع المخاوف والحول والقوة والسوء الظن بالله تجرد من ده فقلبك لو تجرد من ده ايه اللي هيحصل قلبك لو تجرد من ده يبقى كاين قلبك قد احرم لان ايه تجرد من الخوف اللي بيحيط بي والاشياء اللي بينسجها الوهم فتجرد من المخيط المحيط الحاجات المتفصلة عليك لان النفس الامارة بسوق بتفصل عليك الغواية بتفصل عليك المخاوف بتفصل عليك القلق فانت لو تجردت من ده قلبك بقى محرم خلاص وخاصة على فكرة ان ربنا سبحانه وتعالى لما ينظر الى شيء يجعله كالكعب فربنا نظر الى قلوبنا فزي ما نظر الى بيت الله الحرام فصار كعبة نظر ربنا الى قلبك يخلي قلبك ده كعبة ذاتك فلما يتجرد بقى خلاص الحاجة التانية بقى عشان قلبك يحج احنا قلنا خمس حاجات اول حاجة تتجرد عشان تحرم تتجرد من مخاوف ومن سوء الظن ومن الالأ ومن الكآبة ومن الشعوب بالحول والقوة وسوء الظن بالله طيب التاني حاجة التواف عشان تبقى طائف لازم وفي حق القلوب لازم تبحث عن مراد مولاك منك تتأقن ان الان الله ينظر الى قلبك ويساندك ويجعل اقدار مأمنك يعني الاقدار اللي ربنا بينزل عليك دي امانك فلما تطوف في حياتك اه ده ايام الاسبوع سبعة فلما تطوف في ايام الاسبوع بتاعتك تطوف وانت ايه وانت محرم قلبك حرام على ده ولكن انت متيقن من ايه متيقن في اشوات اسبوعك السبعة من ان اقدر الله اللي نزل عليك دي ما له يا سيدي اقدر امان واقدر رعاية واقدر حفظ فكل عمل بتعمله بيبقى وكأنك بين يدي الله سبحانه وتعالى في بيتي الحرام او بيته الحرام على فكرة ممكن يكون بيته الحرام كمان وده مش معنى ان البيت الحرام اذا اطلق ما يطلقش على مين على البيت الحرام لأ هو البيت الحرام الذي فيه كعبة الله سبحانه وتعالى هو ده البيت الحرام قولا واحدا لكن ممكن كمان يكون بيت الله سبحانه وتعالى هي ارضه اللي بيضايفنا فيها ما هو ده الدار اللي ربنا سبحانه وتعالى بيضايفنا فيها الحياة دي ما هو دار ربنا بيضايفنا فيها يبقى احنا كده نفهم ده طب والسعي بقى بين الصفا والمروة قول لنا بقى السعي بين الصفا والمروة انك تسعى بين المودة والرحمة في بيتك مثلا وكل يوم سبعة أشواط حتى يأمن أهل بيتك كل يوم من أيام الأسبوع تسعى فتبقى هذا كلها سعي تسعى بإيه؟ بيصلح ذات البين تصلح ذات البين تسعى عشان ربنا يرزقك يرزقك بإيه؟ بعطايا ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجة لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة تنزل عليك المودة والرحمة في أهل بيتك عشان كده تبقى عارف ده ورابع حاجة عشان تقدر تكون بتحج حق قلوب التعرف إلى الله فكل يوم من الأيام العاشة تتعرف على معنى جديد من معاني جمال الله زي مثلا جمال الستر يا لو لو الواحد تحرب من جمال الستر ده مش هيبقى فيه حاجة ده ما أجمل جمال الستر بص كده على الإنسان لو أني مرفوع عنه ستر ربنا ما حدش هيقدر يقعد مع حد زي ما قال محمد بن واسع محمد بن واسع قال إيه؟ لو كانت للذنوب رائحة ما قوي أحد على مجالسة لكن ستر ربنا ترجمة نانسي قنقر